فين الرياضة وفين المعنى بالرياضة وفين النادي الاهلة بلعب باسمه مصر وده من النجر انت اتكلمتوا في نقطة مهمة جدا يعني لازم عندنا سنس شوية وخاصة ما بنيجي لعيب بكلمة واليد سليمان او النادي الاهلي بصفة عامة بالنعب بطولة افراكة وزي ما انت قولت الممثل الوحيد للكرة المصرية المفروض والطبيعي جدا اللي انا لازم عندي سنس النتيجة من صفر وماتش خلص وعارف الفرق وهو متابع وعارفين مصر وكلها عارف ان الاهل عندهم مباراة وخاصة عبدالله السعيد مصاب وفيه ناس عنده توقفات واتصالح جمع توقف انا بقولك يعني يعني فيه حاجات لازم عندنا سنس اوف لعيب الكورة ماتش من خلصان وعارفين اللي فيه مهمة للنادي الاهلي بتلعب باسم مصر هتلعب النجم السحيل فطب ايه يبقى عندي سنس شوية ولو نتيجة صفر صفر ماشي هقولك يعني ومبعد ذلك برضو الازل لعيب الزميل ده بتو انا يعني اعتقد في حاجاتهم اهم ما بعرفش اقزي ولا بحب اقزي واللي بيقزي ببقى مش قادر باللي بيقزي فيه الفرق اللي ما ادخل عليك بطريقة جامدة وعلى فكرة اسلوب وليد سليمان كده بيدخل تلاقي بخش جامد ويقوى ربنا ايش فيه ده اسلوب لعب لكن مش اسلوب بأزي فيه فرق من اللعب بخش جامد ما فيش مشكلة بين تعمد الازاء بالزبط ده تعامد ازاء اللي انا لعيب الماتش من 3-2 صفر والقرى اصلا في نص الملعب ديقاء خمسة وتساين ما انا بقول لك وكمان في نص الملعب هيعمل ايه والد سليمان بيها هيلف بيها وهيبقى عندي مساح اللي انا اقدر حتى لو عد من اعرف اجيب فيعني احنا عايزين برضو يبقى فيه اسنس من لعب القرى وخاصة ما يكون انا بلعب فرقة دخلة في بطولة بتمسل مصر غير بطولة المحلية لازم احنا عندونا دور شوية ايجابي مع اللعيبة والقرى في الاول في اخر مكتب تلعب النادي الاهل وخاصة انا 2-0 معايا فكل ده كان لازم يخلي بالو منها بس احنا مش عايزين ايه يدخل انا اقرد برضو من خلال المواقع اللي جاله ارتجاج وجاله عاجات كده مش بالمنطق خالص اللي انا ابرر موقف ليه انا اخطط فيه لكن انا ما جاء اخطط فيه اعتذر وارفع ايدي واقول انا اخطط ده مش هيقلل منك بالعكس وتقوم تقوم لزميلك وانت الحاكم على فكرة ما ترددش اصلا ما بتدلو الكارت يعني على فكرة ممكن الحاكم هو رايح يعني يشوف الموقف اللي هو بعد كده يتطلع هو رايح له عارف يعني نطط وليد انا تخضط بصراحة مش طبقية يعني انت عارف واحد بينطط بشكل الاصابة جامعة او ممكن تكون الكادمة سماعة او الموضوع ده بس لازم نبقى عارفين اللي النادي الاهل داخل بيلعب في دوري احنا نشوفها الوقت بقى يا ريت اه يعني بس يا ريت مخرجنا يجيبها لنا من اول الكرة عشان بس نبقى لكم اه نبقى لكم بس الارتجاك في المخ قبل التدخل كان فين وبعد اما انا دخلت وعملت الفاول ده فجأة الارتجاك في المخ جه فجأة هو افتكر ان فيه اتخبط في دماغي وفجأة الارتجاك في المخ وبعدين بقى تلاقي حاجة حاجبة جدا تلاقي فجأة صور لعيب الاتحاد وهو في المستشفى يعني بقى اللي تبصت بقى فين الارتجاك في المخ في الدخلة دي كان فين الارتجاك في المخ هنا الناس بقى اللي طلعت وزايدت وقعدت تجيب الصور وناس بتطلع بقى في المواقع وناس في قناة تانية وكل ده يقول لك ألف ألف سلامة على الارتجاك في المخ اللي راح لك، فين بقى هنا الارتجاك؟ انت ما شفتش هنا الارتجاك في المخ ما سألتش نفسك كم فين؟ راح فين الارتجاك في المخ قبل ما خش على لعيب، بلاش نقول كابتن وليد سليمان لعيب دولي ولعيب كبير والنادي الأهلي ده انت لو هتخش على لعيب ناشئ في الدقيقة 95 بالشكل ده، هترجع لك، هترجع لك، والدنيا صغيرة وهترجع لك، وهتجي لك وهتتأذي وهتتمنع لأنه هو ده الرزق وأكل العيش، احنا لعيب الكرة كابتن ياسر موضوع بيلف وبيرجع تاني لا بس هو أنا أعتقد اللي فيه نقطة كده هم هم ممكن يكونوا كانوا بيتفننوا فيها ايه هي؟ خلي بالك الطرد المباشر ده أعتقد من أربع لست مبارات أعتقد أنا مش في لاحق اتحاد الكرة أو في لجنة مساعدة بس أعتقد فعشان كده ما يحصل حاجة زي كده بيبقى ممكن اللجنة تخف العقوبة شوي كل ده لكن أنا أنا أطلع أقول اللي أنا سنخدت ارتجافين بأولا حتى الخبطة جاية لو هو حتى وليد بيعمل كده الخبطة جاية هنا بعيد أولا بعيد عن المخ وبعد عن أنا مش هبرر الاشتباك بتاع وليد على الرغم أن الراجل وراء وليد والراجل أطول من وليد فوارد أن ييد وليد وهو وارد أن وليد يكون داخل إلى حد ما بس مش قاصد مش قاصد مش تعمد إزام ولكن هنا بقى فجأة فجأة افتكر أن أنا عندي ارتجاك في المخ وفجأة أن هنا فين ارتجاك في المخ واحدة عنده ارتجاك في المخ هنخش كده إزاي حد يرد عليها من الناس اللي كانت بتزايد مبارح